الخبير في شؤون الإرهاب الدولي العقيد حاتم صابر سعد العقيد أهلا بك تفسيرك لهذه الحادثة نوع المتفجر الذي استخدم في هذا الاغتيال تحديدا وطبيعة هذا الصاروخ الذي يمكن أن نصيب الجزء العلوي من الجسد بهذه الدقة أي أن كان أطلق من الداخل أم من الخارج أولا نوعا التحيات الحضر لكم أستاذ المشاهدين نحن الآن في صدد تحليل حدث جلل وهو عملية اغتيال إسماعيل هنية داخل العمق الإيراني وبالتحديد في منزل آمن يتبع الحرس السوري الإيراني ولكن قبل أن أدخل إلى نوعية الصاروخ أو نوعية المفرقعات التي تم استخدامها لابد أن نتوقف قليلا لوجود أربع روايات مختلفة لهذه الحادثة الرواية الأولى رواية إيرانية جاءت في الأول تشير أن هناك صاروخ عابر للحدود تم إطلاقه من دولة مجورة استهدى في المنزل الآمن أو مقر إقامة إسماعيل هنية الرواية الثانية ورواية صادرة أيضا من إيران تبناها الحرس السوري الإيراني عبر وسائل إعلام أنه تم إطلاق قذيفة لم يعلن ما هي القذيفة سواء كانت قذيفة أربجي أو صاروخ محمول كتف من مكان قريب لمقر إقامة إسماعيل هنية الرواية الثالثة وجاءت على لسان المساد الإسرائيلي أو الحكومة الإسرائيلية بأنه تم استخدامه عبر صاروخ موجه بدقة لمحل الإقامة ثم جاءت الرواية الرابعة للمخابرات الأمريكية المركزية السياة لتعلن أنه تم استهدافه بعبوة ناسفة داخل محل القامة كل هذه الأمور التي يقطع بها الشك واليقين نقطع بها الشك باليقين أن تحقيقات مصلح الجريمة هي التي تستطيع أن تشير عما إذا كان استخدم عبوات ناسفة أم استخدم صاروخ موجه يطلق عليها الفاير ار اكس ناين مثل الذي استخدم في اغتيال أيمن الزواري داخل عاصمة كابل وكان بالتنسيق مع المخابرات الأمريكية وكان هناك مجموعة من الأصوات الخاصة المدفوعة تحت ساتر لا أيمن الزواري وليس أسامة بن لادن لكن حاجة أسامة بن لادن شوية فيها خلينا أنت أشرت إلى كذا رواية ساعة العقيدة أولا نفيت رواية أن هناك متفجرات زرعت في غرفته وأن حسم الأمر الآن أن الصاروخ أطلق من داخل الحدود الإيرانية قريب من البيت الضيافة الذي كان فيه إسماعيل هنية دعك من كل هذا طبيعة الصاروخ نفسه كيف يمكن أن نفسرها ما طبيعة هذا الصاروخ الذي يمكن أن يتحرك بهذه الدقة فيصيب هذا الجزء العلوي فقط من الشخص المستخدم وهل يتحرك بناء على بصمة الصوت ولا كان فيه موبايل معه تم تسريبه أولا هو بأي شكل من الأشكال لابد أن نعترف أن هناك خرقا في أجلسة الأمن الإيرانية لم يكن هناك تواطئ من الحرس السوري الإيراني لأن مثل هذا الصاروخ لا يمكن أن يطلق دون مجموعة عمل على الأرض دون أن يتم إعادة توجيه أو توجيه بدقة لمحل الإقامة مما يشير لأن هناك مجموعات تمت في المسبق أو إعداد مسبق لمسرح العمليات بعمليات معينة دقيقة وموقوطة لتواجد إسماعيل هنية لا نستبعد أن يكون هناك مضيء ليزاري يشير إلى مكان محل الإقامة بالتحديد لا نستبعد أن يكون هناك تعقب تم زرعه في ملابسه أو تعقب عبر الهاتف الخلوي الخاص به أو تعقب تم زرعه داخل محل الإقامة الصاروخ دقيق جدا يخترق في الصلب ماء وازي 45 كيلو وبهي شفارات إذا صح استخدام الصاروخ هيلفاير RX9 فهو بأي حال من الحوال سوف يتم اختراقه للمكان بدقة واغتيال شخص واحد فقط أو من متواجد عنه إذا نظرنا إلى تكتيكات إسرائيل في هذا الأمر أعلن بعد هجوم 7 أكتوبر أنه تم إنشاء وحدة أطلق على الوحدة نيني أو الخلود لإسرائيل هذه الوحدة وانشأت على غرار الوحدة كيدون التي تم إنشاءها لتعقب المخططين والمنافذين لعملية ميونخ واستمرت إسرائيل في استهدافهم على مدار 20 سنة إسرائيل أعلنت بوضوح على أن هذه الوحدة ستتعقب كل من خطط ونفذ عملية هجوم السابع من أكتوبر إلا أن حماس ومن يستند عليه مخابراتيا لم يتلقى هذا الأمور محمل الجد مما شاهدنا منه هذا الحادث ما أود أشير إليه أخيرا حتى لو أطيل على حضراتكم أن وجود الأربع روايات التي أطلقت في توقيت واحد الغرض منها هو بس ما يعرف باسم الإغراق المعلوماتي حتى تتوى الحقائق أو للتغطية على رد الفعل المتوقع من الدولة الإيرانية التي تم انتهاك سيادتها بأساليب الإرهاب الدولي أو أنماط الإرهاب الدولي هو إرهاب الدولة هذه الروايات الأربعة جعلت الشرق الأوسط والعالم أجمع يبحث على من القاتل إسماعيل هانية ولكن لا نبحث الآن كيفية أسلوب الرد فإذا تم الرد بأي طريقة كانت وأن كنت أتوقع أن تكون مثل الطرق السابقة في اغتيال عماد مغنية أو اغتيال قاسم سليماني هجمات كرتونية لا تصيب أحد أو حرب كرتونية الغرض منها هو إلهاء الرأي العام العالمي تمهيدا لعملية أخرى لقدر الله في القريب العاجل حتى تخطف الأنظار ويبقى البحث عن من قتل هانية هو السؤال ولكن هو ليس سؤالا هاما ولكن السؤال الهام إلى متى تستمر هذه الحرب الشعواء التي راح ضحط أكثر من خمسة ورد ساعة العقيد وما زال الأمر مستمر كخبير في الإرهاب الدولي تذكر الصاروخ الذي اغتيل به أو تم اغتيال وسامة بن لادن به هذا الصاروخ كان يتم التحكم فيه وتبعا ذلك من خلال الفيلم الوثائقي الذي وضح لنا هذه الأمور كان يتم التحكم فيه من واشنطن هذا الصاروخ وبالتالي ما الفرق بين ذلك الصاروخ؟ بالتأكيد هو ولما لا يكون هناك تحكم عن ضعد عليه اغتيال إسماعيل الهنية أو غيره فيه؟ عملية اغتيال أسامة بن لادن كانت بغارة قامت بها قوات الدلتا فورس ولكن ما تقصده هو اغتيال أيمن الظواري داخل أحد المنازل في كابل وهو ما تم استخدام صاروخ هيلفاير ار اكس ناين المزود بشفارات قاطعة تستطيع أن تخترق في الصلب مترات اختراقا في الصلب لتصيب جسد أيمن الظواري وتمزقه إربا هذا الصاروخ يعمل بنظريات شديدة التعقيد موجهة بواسطة القمر الصناعي تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية التحكم فيه إذا ما تم تأكيد المعلومة الاستطلاعية على الأرض بمكان تواجد الهدف ووجود ما يعرف باسم نقاط تمييز وإشارية يسير عليها الهدف تبقى لما تم التقديد له مسبقا من رصد اسم الصاروخ تاني ساعة العقيد وعمليات للمعاينة اسم الصاروخ إيه؟ الصاروخ هيلفاير هيلفاير ار اكس ناين ار اكس ناين يعني أنت ترجح هذا الصاروخ أنه ممكن يكون استخدم في اغتيال اسماعيل هنية ولا تستبقى؟ وفقا لما تم نشره وفقا لما تم نشره على موقع التاصل الاقتباعي من نجل اسماعيل هنية بمكان يشير إلى أنه هو ذلك الصاروخ الذي قطع أو مزق جسد والده إقربا ووجود قطع كاملة من أجزاء جسده متواجدة وإن كانت لو استخدم عبوة نسفة بها مفارقع سفورة أو أي مفارقعات أخرى لما كان أن نجد أي أثر للجسة إذن ممكن يكون أطلق من خارج الأراضي الإيرانية؟ صعب يعني صعب صعب جدا أن يطلق من خارج الأراضي الإيرانية لأن ذلك مخالف لكافة الروايات أو معنى صح دقة الرواية التي أعلنتها إسرائيل أن هناك ساروخ تم أطلقه من مكان قريب وأعتقد أن هذا الأمر هو الأقرب للتصديق والأقرب للواقع أن هناك اختراق أمني للحرس السوري الإيراني إن لم يكن هناك تواطئ من الحرس السوري الإيراني هذا ما ستكشفه الأيام القليلة وأعتقد أن عملية الغرق المعلومات الغرض منها هو التشويش على الفاعل الأساسي بالمسافة ساعت العقيد سواء كان بالاختراق أو بالتواطئ إذا كنا قد انتهينا إلى أن أطلق من الداخل المسافة ممكن تكون هل لابد أن يكون قريب يعني في طهران أو ممكن من مدينة أخرى غير طهران مثلا قريبة أعتقد أن المسافة المسلة التي تحكم في مثل هذا الصاروخ هي 1200 متر يعني 1200 كيلو متر يعني ما يوازن كيلو أو متر ساعت العقيد 1200 متر ألف ومتين متر يعني كيلو ومتين كيلو ومتين متر كيلو ومتين متر كيلو ومتين للتدقيق يعني دي المسافة المسلة لتسديد هذا الصاروخ يعني أنا آسف أن أنا أقاطعك لكن أنت ساعت العقيدة أنت تقول كلام مهم وقد يكون هذا الكلام يقلأ أول مرة وبالتالي لا يجب أن يمر مرور الكرام فنحن نريد أن ندقق المعلومات لأن في مشاهد ليس خبيرا مثلك يعني يفهم كل هذه المعلومات وبالتالي المساحة المثلة هي كيلو ومتين متر عشان يقدر من أطلق هذا الصاروخ يصيب الهدف إذن لابد أن يكون داخل طهران بتأكيد مع داخل طهران مع وجود عمليات معينة ورصد استخباراتي دقيق لمكان محل الإقامة أعتقد أن تسبق أطلق الصاروخ إذا شهدنا أن في الغرفة المجاورة الإسماعيلانية كان بسطل يعني لابد أن يكون هناك وجود بشري نقل معلومات لمن أطلق الصاروخ يعني فيه اختراق يعني فيه اختراق بالتأكيد بالتأكيد لأن الغرفة المجاورة الإسماعيلانية كان هناك زياد نخالة رئيس مرزمة الجهاد الإسلامي فلماذا لم تطلق إسرائيل أو معنا صح إذا كانت الحرب لماذا لم تطلق صاروخ شديد لانفجار أو هيلفاير يزيل المبنى من مكانه ولكن هناك رسائل موجهة في هذا العمل أن إسرائيل تستهدف أشخاص بعينها دون الآخر تعطي برسائل شديدة اللاجة أن الوضع الأمني الإيراني مرتهق وتم اختراقه سواء كان اختراقا أمنيا أم التواطئ عن طريق عمل أو منديب للمسابد إسرائيلي وكذلك الرصد الاستخباراتي الأمريكي وعمليات تأكيد محل الإقامة لا يمكن أن يصيب السروق بهذه الدقة إلا إذا كان هناك تأكيدات على إقامة إسماعيل هنية في هذا المكان سواء كان تأكيد مسبق لهذا المكان أو معلومة مخابراتية سابقة قبل حفل التنصيب على إقامة إسماعيل هنية في هذا المنزل تحديدا أو في هذا المكان تحديدا التي بنيت عليه خطة الاغتيال الخبير في شؤون الإرهاب الدولة العقيد حاتم صابر شكرا جزيلا سعادة العقيد 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 شكرا جزيلا سعادة العقيد